السلام عليكم يعطيكم العافية أنا زميلتكم أمي مشكور وإن شاء الله هاي كويك ريفيجن لمحاضرة واحد واثنين وثلاث وحنمشي على الهان داوت تاعد الدكتور اللي هو الكلينيكا لقايد ترموف بالبارشل دينشير ديزاين كثير حلو السورس كثير يعني سهل وحيك وسلس أنا صراحة ايترست السورس اللي بيرجحها دكتور ما تخصم كثير لأنه حلوي يعني وتكون هاي لايتد على الاشي الموست فإن شاء الله هلأ بتلاحظوا كيف المحاضرة كتير سهلة أول محاضرة شرحنا عن الاربي دي أزنا يعني بيشنة اتسلف يعني بيشنة اتسلف يعني بيشنة اردي على الاسنان تاو وكل البيشنة اللي عندك هو بارشل دينشلس فإنت هلأ التريتبنت بلان اللي عندك واحدة منهم هو الاربي دي هذا الاشي بيشنة بالمحاضرة وبتقدر تطرقولي يعني اشي سهل كتير هلأ بالنسبة للاربي دي هو بيجي كالآتي الموضوع أولها على ورق بيكون ديزاين تصميم عندك وبتجسم انت الكمبوننت بعدين بتروح على اللاب وبتبلد شغل اللاب تمام بس خلينا الآن ننتبه على الورق ايش في عنا الكمبوننت عنا الكلاسب الكلاسب اللي هو ازا ريتينر تمام اسمه كلاسب اللي هو بيثبت بعمل ريتينشن وفي عندك هون اللي بالأحمر هذوله هم ريست سيت هم ايش ريست سيت عشان يتبتولك ايش الريستات الريست سيت على السن والرست تعالب من الاربي دي اوكي فاذا الريست شو بيسوي بيعمل سببورت وبعدين في عندك هذا ميجور كنكتر وهذوله اللي بيشبكه صغير بالكبير اسمه ماينر كنكتر اوكي 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 اذا الان هون بيحكي لك انه في عندك السببورت ميم بيعطيك اياه بعطيك الريست شو بفهم السببورت ريزيستنس من الموفمنت تورد التيشو يعني شو اللي يمنع الاربي دي ما يوقع على التيشو نفسها يعني دمج الجنجبة او الفلور هلا الجرين الجرين زي ما انتو شايفين هون هو الكلاسب الكلاسب بوفر لريتنشن الريتنشن مفهوم انه ريزيستنس من الموفمنت او ويمنع من انه يوقع و البلاك عم يعمل كنكشن اللي هو الميجور كنكتر هلا في عندك البلو زي ما انتو شايفين هون بسموهم البريسنج او ريسبروكيشن وهذا المفهوم ان شاء الله قدام تعرفوه اللي هو نفس فكرة انه عم بتوفر عندي يعني دمجر مش قاعد يلوك او حنحكي بتحرك لاترالي اوكي اوكي احنا بجينا ورقة زي هيك طبعا بعد ما احنا نكون اريدي شفنا البيشنط فحصناها قررنا لتريتوينت بلان بنمسك ورقة زي هيك بنحدد عليها شو الميسنج تير وبنبلش انه نرسم الديزاين بس قبل هذا الشغلة احنا بنكون اخذنا امبرشن للبيشنط والامبرشن هذا بتعمل عليه و بتعمل عليه و بتعمل عليه سيروينج زي ما اخدتو بالمحاضرتين السابقات اوكي هلا هون بطلع عندك ستادي كاست الستادي كاست مش بس انت بس بتتفرج عليه اول اشيه سيروينج صح بعدين بنعمل عليه سيروينج بعدين بنعمل عليه ري البربيريشن يعني بنحاول نحضر عليه الاسطح المطلوبة و زي ما انتو شايفين هون بنحفو بنرسم عليه بنرسم شكل الديزاين كله عليه اذا في عندك ستادي كاست هو بتعمل عليه ثو دايمنشنال ريبريزنتيشن ثري دايمنشنال اوبجكت يعني انت الصورة اللي كانت عندك هون بس انت ايش نقلتها على شكل الكاست بدك تحاول تريبليكيته اوكي هلا الفكرة ما فيها انه انت الستادي كاست شو المعلومات اللي عنه انه احنا اخذنا امبريشن بالجينيت والستادي كاست عملنا بالستون لانه الستون قوي وبتحمل الموجود الاسنان اللي هون لو اشتغلت ببلاستر البلاستر بسرعة بيكسر اوكي اوكي هلا اولا بس بحكي لك عن البربل كومينيكيشن وكيف انك تتعامل مع مريضك كيف يعني تقرر على التريتمنت وما الى ذلك حتى انه بحكي لك هنا انه ممكن هذا الاشي يكون ديجتالي وتفاصيل هاي وطبعا انا راح زودكو ان شاء الله لقدام بسورس على الانترنت كمان كثير بفيتكو على الديزاين يعني اي اي و بسهل عليكو الديزاين كثير اوكي هلأ نجي على المحاضرة اثنين ومحاضرة ثلاث اللي هو طبعا لسه هلأ بقوا بمحاضرة واحد خلينا فيها اللي هي الكلاسفكيشن الكلاسفكيشن للبارش اليدونشلس آرش كانوا اثنين اطرقنا الهم طبعا هم الكثار بس يعني اللي رسينا عليهم وكانوا كويسين اللي هو يا اما نحدد هل اليدونشلس آرش عندك او اليدونشلس آرش هذا هل هو رح يكون تيشو سبورتد ولا توث سبورتد وكان في عندك كلاسفكيشن ثاني بناءا على السدل اوكي بناءا على السدل يعني واحد كندي واحد اي تينك انه كان هنري او شي هيك اوكي اذن هون بحكي لك انه في عندك كلاسفكيشن تدسكرايب ان تسيمبليفاي الفريتي باليدونشلس آرش اللي بتكون بتوين بايشن اتفاسلتايت الريكوردينج للكيس هستوري وديسكشن بتوين كلاسفكيشن يعني بصير في بناتكو كومن لانجوج بكل بصابة كان في عندك توث سبورتد انه الاربيدي اللي انا ممكن احطه رح يكون مدعوم بسنين من الجهتين اللي هو بيكون باوندد سادل اوكي اذا المنطقة اليدونشلس بسموها السادل هون باوندد سادل فهذا بيسموه توث سبورتد هلأ ممكن يكون ميكوزا سبورتد وهذا بيجي عليه سؤال وحكينا هنا هو الميكوزا سبورتد بالتحديد هو الاكراليك الاكريلك ميكوزا سبورتد اوكي اذا الاكريلك هو ميكوزا سبورتد فإذا جاب لك مثلا اكراليك دج Дж دينجر كلاس 3 كذا أو كلاس горشو هو الكلاسفكيشن تاعلو فأنت تقول هذا ميكوزا سبورتد مع أنه اكريلك. الأكريلك بس بركن على التيشل اللي تحت يعني ما بيثبت على اسنان زي ما شايفين هنا بريستات لا. كمان في عندك اللي هو البركن على السم يثبت عليه وبركن على التشو يعني يثبت هو عليها اوكي بداء على السببورت يعني يكون تيث يا اما بيوكوزا يا تيثا بيوكوزا اوكي هلا هذا الاشي ما بيعطيك كثير انفرميشن على كديش في عندك على الدستربيوشن طلع بعديهم مين كيندي كيندي هذا سهل علينا الموضوع يفعله کرسف كيشن او الوحيد سماك كيندي كلاسيفكيشن ون كلاس ون كان هو باي لاترال يعني ون عنده ث אנחנו ون عنده واحدة هيكاضا هيكال قصي قيلة باي لاترال عنده باي لاترال عنده ابان شرط 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 اساسي أنها تكون بستيوير لا gownج الiekماجي سات pósterio الiekماجي row enter heimo الأسنان وبستيريور اللي إلهم أنا فاقدة مثلا فاقدة السكس السبن السكس السبن هنا مثلا هذي بسمو كينيدي كلاس ون كينيدي كلاس تو عنده بس يونيلاترال إدونشلس أريا بتكون بستيريور للريميننج ناتشرال تيث كينيدي كلاس ثري كان عنده يونيلاترال كمان بس إيش انتيريور and بستيريور للريميننج تيث يعني بنسميها بشكل أو بآخر باوندد باوندد يعني محاطة باوندد سدل يعني منطقة محاطة لكنها لا تقطع المنتصف هي جاية انتيريور and بستيريور للريميننج تيث باوندد سدل هلأ عندك كينيدي كلاس فور قال لك نفس كلاس ثري هي باوندد سدل لكن it cross the mid line يعني تقطع المنتصف سنجل إدونشلس أريا انتيريور للريميننج تيث هي موست انتيريور بوزيشن اوكي اوكي هلأ الموديفكيشن اللي هو لو أنا كان في عندي موديفكيشن لأكثر واكثر الموديفكيشن بناء على هاي القاعدة انه آخر اشي آخر اشي اللي هو موست ديستال بارت موست ديستال بارت تو the remaining teeth we will start with it as a it's the main classification ومن ثم كل اشي بعده مثلا هذا موست ديستال بارت تمام رح أقرر بناء عليه كل اشي بعده رح أرقم ورقم واحد وهذا اثنين فإذا هاي شو هي هاي كلاس ثري اللي هي الباوندد سدل كلاس ثري مود إيش واحد واثنين مود تو كلاس ثري مود تو إذا هون شو فيه عندك هذا كلاس تو مود ون كلاس تو مود ون إذا انت بتعتمد على الموست بستيلي ومن ثم رح تركن على عدد اليدونشلس سبيس as a modification أوكي هون زي ما انتوا شايفين هذا كيندي كلاس ون سيبوكم من قصة الان وحكي هذا ان شاء الله بتعرفوا عليه بعدين وهذا السورس حلو ارجعو لي يعني لمعدين بس تنجزوا بالماد وتفهموها صح بترجعو لي هيك بيكون كتير سهل وسأل اسمعكم هون زي ما انتوا شايفين موست دستل آريا كانت من كلاس تو هلا المودفكيشن عنده واحد تمام مودفكيشن واحد إذا كلاس تو مود ون كلاس تو مود ون هون كلاس ثري مود ون تمام هون كلاس فور الكلاس فور without أي مودفكيشن ليش لأنه دائما انتيريور لأي إشي يعني لو فيه مثلا فقدان هون شو صفة إذا أنا فقد أسنان هون شو صفت الحركة عندي صارت كلاس تو مود ون صح فإذا كل الكلاسات الثانية بستيريور لهذا الإشي أو دستل له صح فإذا هو without مودفكيشن دائما كلاس خلصنا من محاضرة واحد نجي على محاضرة اثنين وثلاثة هم موضوع هم واحد بحكوا عن السيربيينج السيربيينج مفهومه أنه أنت عم تعمل تفاصيل وتضاريس للسن والكاست اللي عنده السيربيينج جابوها من عند الهندسة ومن عند المساحين أنه المساح يروح على الأراضي ويصير يمسح ويشوف ويشوف هون height of contour في undercut في كذا وبنقرر تبا بيستخدم جهاز اسمه السيربيينج اسمه إيش سيربيينج هذا بيسموه البراليلوميتر بيجي عليه سؤال إيش اسمه براليلوميتر ليه لأنه it looks for براليزم براليزم هاي عشان هلأ بنحكي لكو إيش شو الكمبونتس اللي معه معه انالايزينج هايو هاد بس بيعمل initial analysis بس فولا هيك بيبين لك تفصيلة initial analysis للكاست بيوريك وين الاندركت بس ما رح تقدر تعرف الاندركت إلا إذا عرفت الهائت of contour إذن إحنا بنعرف وتحت ها بتكون الاندركت في معك graphite marker وهذا graphite marker هي عاد زي فطعة إرصاص هي بتحدد لك it makes a mark it makes a mark بتعمل لك زي علامة بتحدد maximum convexity و maximum convexity هي نفسها height of contour وبالتالي separate the undercut من الاريا اللي مش undercut أوكي أوكي هلا الغرافيت marker هذا إلو تفصيلة إنه لازم يكون إلو شطبة هاي الشطبة تكون away from tooth يعني تكون مواجهة كنت مش مواجهة السن تمام ولازم يكون الفطعة هاي بتلمس التشو بتلمس تمشي هي لامس التشو لامس السن أوكي إذا لمست بالطريقة هاي مثلا بس تلمس السن هاي عم تعملك كأنك عم ترسم you are just drawing on the cast it's a false survey line وبالتالي بيعطيك على أساس إنه تحت هون undercut while إنه السن عن جد ما فيش undercut عادي هيك ما فيش undercut ما فيش high tof undercut يعني نهائي أوكي it's a false survey line أوكي هلا في عندك كمان أداة اسمها undercut gauge هاي الـ undercut gauge بتقيس لك horizontal undercut بيجعلها سؤال والله يا شباب horizontal undercut أوكي إذن هاي الـ undercut gauge كانت فكرتها بسيطة إنه أنا مثلا عندي سن بهذا الشكل وعندي هذه الـ undercut gauge صح صح نمسك هاي الـ undercut gauge ومنقرر هل إنها بتفكر أنت لازم هي تكون لامسة سطح ولامس يعني لامسة العمود هذا هو العنق أو هنحكي الشانك مع التب هذا لازم يكونوا لامسين السن اثنين لامسينه لأنه اذا اثنين لامسينه رح تعطيك القيج المطلوبة فمثلا هيك بس الشانك لامس الـ undercut غلط مثلا هيك بس التب لامس الـ undercut غلط لازم اثنين يكونوا لامسين بس اثنين يكونوا لامسين شو بيعطوك قراءة بيعطوك قراءة إنه هذا هو الـ undercut المطلوب مثلا هذا هو 0.03 أو 0.02 فلظ هاي هي horizontal undercut ok it measures the extent of horizontal undercut it might be 0.25 0.5 أو 0.75 ok الشانك هنهد the contact the cast simultaneously يعني اثنين مع بعضهم هذول يحددون لك إيش الـ اللي راح تحطه لأنه بقيسول كمي تدبث الـ undercut يعني أنت بتقرر مثلا أنت تحط i-bar i-bar هذا نوع من الـ class بس بس إنه هذا يعني هي وصل لك الفكرة هلأ في عندك trimming knife هاي trimming knife ليه لأنه احنا بنحدد undercuts we needed يعني احنا مش كل الـ undercut اللي موجودة على السن احنا راح نحط عليها راح نحط عليها clasp مش كل الـ undercut اللي بالسن راح نحط عليها clasp بس أماكن معينة راح نحط عليهم clasp حلو حلو طيب بعد ما نحدد هاي الأماكن المعينة اللي بنحط عليهم clasp الأماكن الثانية لسه فيها undercut شو بنعمل إليه اشي اسمه pluck out شو اسم الاشي اللي بنعمله pluck out بس هون آفي اندركت عشان انا بدي اعمل engagement هون مثلا فهلا هذا الاشي كثير ضروري انه احنا بنحط واكس وبعدين بنقص الواكس بهاي الواكس نايف أو trimming نايف بهاي trimming نايف بنحاول ننقص ونصبض لو مثلا انت نسيت هاي الشغلة وما عملتها بصير في عندك هون heart tissue that interfering placement يعني هون الاكريل مش راضي ينزل لانك انت نسيت تعمل block out لهاي الاندركت فانت مضطر تمسك bear وتحف هذا وتضبط بحيث يصير يفوت بنسيابية لانك انت اصلا ما بدك تستخدم هاي الاندركت فلانك ما بدك تستخدم ها لازم لها بلوك out هلأ بلوك او اما بلوك اما بزينك fosfate cement طب ليش ممكن تشتغل بلوك او zinc fosfate يا جماعة هلأ بلوك اوت حطيت واك فأجي شو بعمل duplication لهذا الكاست يعني بسوي كاست ثاني بدال الواك الموجود في جبس في جبس جبس المتيريال بدال الواك اللي هون لانو الواك هاي اذا سيضوب وكان كبب زيد ما غزيت وصير في عندي فراغ فهمتوا علي فهلا انا شو اللي بدي اريد اني اعمل duplication بستخدم الواك بعدين بعمل duplication بس لو بستخدم zinc fosfate cement هذا zinc fosfate لحاله لو حطيته بال fairness ما بيذوب فبالتالي it will resist the boiling out procedure it's used وبالتالي بسحل عليك cement بدل ما تعمل duplication مثلا حتى trimming knife بتحتاجها عشان تعمل preparation مرات انت ممكن تحضر السن تضبطه وتحطه بواكس يكون شكل السن already the crown هذا معمول wax up فانت تعمل guiding plane تحفو بهذه الواكس knife هلا في عندك guiding planes هما حكينا عنهم هذول guiding plane هم موجودين على proximal surface of the apartment tooth proximal surface of the apartment tooth نعيدها كمان مرة لا proximal surface of the apartment tooth طيب شو المطلوب منهم they need to have a parallel parallel اوكي parallel path يعني منهم هذا السطح parallel لهذا السطح طيب بدك يا guiding plane هاي معناها هذا يكون parallel لها بدك يا هاي معناها هذا parallel لها اذا هو عم نفكر احنا نعمل parallel surface على apartment teeth عشان ايش عشان انحد من path of insertion and to improve stability يعني انا دائما بتخيلهم انهم سكة وعم بسمحوا للقطار يدخل بهذا path بالضبط تمام اذا هم سكة بدخل القطار بشكل واضح اذا هذو هم guiding plane موجودين هنا parallel plane بسمحول path of insertion path removal بطريقة منطقية بالتالي بصير في عندك improving stability it's important to have a real contact بين guiding plane والguiding plate تاع الاربي دي نفسه تمام intimate contact مش تكون point contact لانه point contact يصير في فراغ تحتهم هذا الفراغ يعمل مشكلة اما انه ما يعمل لك stability المطلوبة تمام تمام ال path of insertion اللي هو path اللي بنحط من لما يبلش الاربي دي contact مع الاسنان لحد ما يصير له fully seating من لما contact لحد ما يصير له fully seating هذا ال path coincide مع path of withdrawal يعني نفسه نفس path of withdrawal بس ايش هو مش نفس path of displacement لانه path of displacement متعلق بايش اه يا جماعة displacement متعلق بايش متعلق بانه دايما displacement pair bendicular لا ايش للأكلوزل plane لالأكلوزل plane اوكي هلا هون زي ما انتوا شايفين في عندك single path of insertion لانه في عندك pounded saddle وانت اريدي محضر محضر طبعا لما بحكي guiding plane معناها انا محضر السطح بحيث ان يكون parallel للسطح الثاني لانه الاسنان بشكل طبيعي ما بتجي هيك بالراليزم هذا اريدي هم هيك شكلهم بلبس تمام اذا هون عندك insertion واحد لانه عندك pounded saddle مرات ممكن يكون الاسنان flaring يعني ببعدين عن بعضهم رايحين بهذا الشكل وهذا رايح بهذا الشكل فيصير في عندك ايش path of insertion بشكل والpath of removal بشكل او اثنين ممكن يكونوا multiple paths هذا الاشي مش كثير كويس و بيغلبك على الاسنان لان الاسنان الاسنان already divergent هنا وهذا الاشي ما رح يساعدك كثير فانت الأفضل لك انك انت تخلق هنا زي كأنه اندركات وترجع تضبطها كويس يعني ممكن تزيد composit هنا ثم تحفظ صح بعدين تحاول انه يصير في path واحد انك دايما حاول تحد من paths اللي بدخل وخروج فيها الاربيدي هنا في بحكيلك انه عندهم point contact مش زي plane كامل point contact هاي بسموه open design open design بسموه hygienistic design انه فيه بتصير فيه فيه triangle كتير واسعة تحت الpoint هذا بيعلك فيه اكل بس عادي بتنظف بسرعة يعني بصير هيك washing للسلايفا وبروح هلأ في path of insertion ثاني انه بعمل RBD اول واحد بركب هيك تمام وبعدين القطعة الثانية زي كأنك leigo بتركب اول القطعة بتركب بهذا الشكل والقطعة الثانية بتركب بهذا الشكل اللي هو two distinct path of insertion رح يكون بtwo section هذا الاشي يعني بعيد عن موضوعنا فلا ما نفكر به هلأ هاي شغلة كثير حلوة واجهوة بأسئلة الباست اللي هو انه في عندك rotational path of insertion rotational path of insertion شو قصة rotational path of insertion يعني لو في عندك سن it is tilted mesially or distally يعني لو هذا السن مثلا tilted distally وهذا السن tilted mesially كيف انا طبعا هم مش اثنين مع بعضهم لو اثنين مع بعضهم اضطر احضر منهم بس على سبيل المثال هنا في عندي undercut هنا واضحة واذا بدي احضر اشيل كثير من السن عشان اخلق هذا الparallism فبجي شو بسوي بعمل بدخل على ال undercut بطريقة rotational يعني بحاول يطلعو برضو يطلعو بrotational movement لما تقرأ بالخيارات بكرة انه path of insertion it can be used تحكيلو صح بتقدر تستخدمو متا تستخدمو اذا في عندك mesially or distally tilted teeth and you have to engage this undercut with the acryl مش بكلاس يعني بدك تستغل ال acryl انه يدخل بهذا ال undercut مش لكلاس ال path of displacement هو انه لما denture tends to be displaced بالfunction يعني الواحد قاعد بيوكل والفك هيو بينزل لتحد بس ينزل الفك مثلا انت بتوكل بعلكة فهاي العلكة لزقت في ال rbd فراح تحاول انها تمانع ال rbd وتحاول تطلعو هالي الحركة اللي قاعد بتصير هي the path is variable but it's assumed to be على right angle ل وحفظوا هاي الشغلة يسيبوكم من انه variable دائما احفظوا انه ايش perpendicular ل occlusal plane اذا path دائما perpendicular to occlusal plane اذا بتكونوا عارفين انه path displacement دائما ثابت والinsertion والremover متغير حسب التلت اللي بتختاره انت معلم قدع اوك اوك هل نجعل surveying procedure اول اشي بتعمل visual assessment ل الكاس اللي عندك بتحلله وتتفرج عليه ومن ثم بتبلش initial surveying الانيش بناء على ايش الزيرو الزيرو انت ما عم تسوي اي لفة الاي لفة هاي ما عم تسويها انك عم تحاول تخلي occlusal plane pair perpendicular to surveyor فكأنك you are mimicking ايش يلا mimicking ايش mimic ال path اللي هون اللي هو path common displacement على هاي الحالة بتحدد undercut بتحط كلاس تحت undercut الحياة حلوة وردية قررت انك تحطها فبتعمل ايش اناظر tilt اسمه alternative tilt ومن ثم بعد ما تقرر alternative tilt يعني بالانالسز بالتحليل بتعمل final survey بتعمل خط ثاني surveying هون هلا alternative tilt ممكن يكون anterior tilt يعني الاسنان الامامية او جهة الامامية بنعمل الها tilt بنميل ها لتحت او posterior tilt انو الجهة الخلفية بنميلها لتحت اوكي هون طبعا كمان في عندك lateral 3 الاترال 3 انو ما تميل يامين يو شمال بس هو ال use تاعه limited شوي اوكي هلا initial surveying بيكون بتعتمد على closing plane انو يكون horizontal تمام هاي closing plane احنا نكون perpendicular لقلو عم نعمل initial surveying وبعدا نعمل analysis هلا الانالسز هذا اللي انت عم تفكر فيه اللي هو عم تفكر path insertion يكون غير عن displacement عشان مثلا تخفف على حالك clasp علشان تسهل على المريض كيف يدخله ويخرجه تخفف clasp مثلا stress تمام هلا before deciding if the cast should be tilted لل final survey the graphite marker in surveyor is changed for the analyzing road يعني بنغير هلا بنحط analyzing so that various positions of the cast can be examined with that marking the teeth بدون نعمل أي مارك بنحاول هيك انه لو ميلنا هيك معقول الاندركة ها تختفي معقول هيك معقول هيك منشوف كيف احنا رح نحدد هلا path of insertion and path of removal نخليه على الزيرو ولا نغيره تمام نخليه زي ما هو على الزيرو ولا نغيره insertion والremoval هلا هذا الاشي طبعا انا كنت قايل لك هو بالمحاضرة انها art هي والله جبتها صح انا قلت لك appearance وretention وتشو interference هي air انا قرارك لانك تفكر بي انك حتحط alternative بناء على هاي على هاي الافكار انه يعني بدك تنتبه للشكل الشكل افضل اذا عملت alternative بدك تنتبه انك ما عم تعمل تشو interference يعني تشو ما عم تعارضك او تمانع الدخال والاخراج وretention انك عم تحصل retention بإنجاج الهارد تيشو او خنحكي هارد استركتشور اللي هو الأكريل انجاج undercut بدون ما احط كلاسب تمام هاي هي كل الفكرة هلأ نيجي على الابيرانس وهي اهم اهم نقطة الكثير كثير مهمة الابيرانس عنا اوكي انو بهاي الحالة زي ما انتو شايفين في عندك وين undercut mesial هون وهون فهدول عاملين زي black triangle اذا انك مضطرة تحضر السن بهذا الشكل تحف كل هاي الجهة بالتالي يصير الانسايزر هيك شكله which is abnormal حتى شكل اللاترال بصير abnormal او انك ايش تطر تعمل tilt فاذا في عندك anterior problem بنعمل posterior tilt اذا عندك anterior problem بتعمل posterior tilt اوكي اوكي فنتقرر هون انك تعمل posterior tilt بتنكشف عندك هاي هاي الاندركات فبتصير انت تدخل ال RPD posterior يعني طريقتك الانسيرشن رح تختلف رح تكون posterior كأنك ايش عمل تلت اوكي هلا وان the posterior path of insertion قررنا اوكي the saddle can be made to contact هاي السدل هاي بتكون بيكون تاكت فضيعة ميز ولي بيالي وبالتالي مع RPD وبالتالي much better appearance result اوكي الانترفيرنس فكرتك الاتي انو انا منتبه على كل الاسنان اموري تمام بس لما بدخل الدنشر بهذا الشكل اوكي بدخل بس ما بيعمل intimate contact هون مثلا بيعمل bulging للشفايف هون اللبس اللي هون بتلاقيه ما تفوش لبرة ممكن يصير يجمع اكل في مشكلة يعني انا طريقتي للإدخال هاي عم بصير في انترفيرنس بهاي شكل وقلنا لكم قاعد بأول محاضر انو اللي ما بيجي معاك تعال معاك انت بدك هيك ما بزبوط طيب كيف بدك بدو هيك خلاص نفس الشي بصير ادخل الدنشر بهذا الشكل بصير ادخل الدنشر بهذا الشكل طيب هاي الميل اللي انا حققتها شو هي هاي posterior tilt هاي الميل اللي انا سويتها كاني جبت الاسنان هاي 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 وميلتهم لهناك تمام هيك ميلتهم سويت انا ايش posterior tilt لما احقق posterior tilt زي ما انتم شايفين بصير في عندك الانسيرشن سهل بهذا الpath اذا posterior tilt وبالتالي الpath في انسيرشن بيكون parallele labial surface للرج وبالتالي بتدخل الفلانج بطريقة سهلة واللبس بتكون supported بطريقة منطقية هلا هنا بطرح لك مثال اللي هو لو في عندك سن وهذا السن lingually tilted يعني انتطر انك تحط ايش انتطر انك تحط connector هذا الكنيكتر بطريقة انه يكون in contact with the tissue بيعمل الكنيكتر بيناتهم هلا اذا السن هذا ما يلكثير معناها ان لما احط الكنيكتر ما رح اقدر اثبته اضطر اني ايش اضطر اعمل tilt هلا التلت ايش رح يكون رح يكون lateral lateral tilt اذا هنا giving the cast anterior tilt ما كثير بيساعدة كنتك تفكر هلا بانك تعمل eliminating interference tooth preparation ممكن تمسك السن هذا تحضره تحط عليه crown وشرحناها بالمحاضرة الثانية وتقدر ترجع لها بنحضره بنعمل عليه crown هذا بيكون اقل tilting يعني crown بيكون عادي شكله زي هي خلاص ريحني من هون بيكون حفية الجهة هاي كلها او مثلا بعمل lateral third هلا شايفين نقاط لي هون يلا صح صح فتح عيون كو فتح اذان كو وصح صح صح معنا يجي نحكي عن retention بحكي لك لالهوريزانتل survey يلا شو هو الهوريزانتل survey الهوريزانتل survey يا شباب هو zero third لما انا كنت يعني كنت معتمدة على الوضع الطبيعي هذا هاي صح هون هاي الوضع plan بير من دي ل ال survey هل هذا السن عنده undercut يعني لما انا ماشي هيك طب هاي ممكن يكون الفطعة هاي ملامس بالجهتين صح ملامس ما في undercut طيب هل في هون اي undercut لا هاي 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 ملامس السن ما في undercut اذا ما في عندي undercut بالسن بوضع طبيعي في ثم المريض زي مو هيك هو بثم المريض هيك شكله دائما الكلوز بلين هيك شكله بثم المريض انت بتغير ه صحيح بتميل عندك بالcast بس انت ما ميل ت بثم المريض فاذن هون شو بحكي ضرب من الجنون انك تفكر انك اذا ميلت الكاست هين ميلته وحطيت هيك خط يلا حلو يلا خلين احط فيها كلاسب والامور تصير كويسة ويلا الحمد الله هين قدرنا نحط كلاسب وصير في retention يلا جينا على patient mouth طب patient mouth طبيعي زي ما هو هون على اللي هو هورزنتل طب يلا حطينا احنا كلاسب هون شو اللي بديم نعلك لازب هذة من انها تنزل لفوق ما في اشي بديم نعها ما في height of control it's not engaging an undercut it's a false undercut that you thought انها موجود اذا هذا الموضوع خاطئ تماما اذا ما في undercut اصلا خلاص ما في undercut مش تتميل وتفكر انك سويت undercut وبالتالي في اي undercut يعني لو حدد لك او كشف لك او شو ما سوى لك هو ما علاقة بال retention ما علاقة ب retention اذا هون بصورة اي بحكي لك ما في undercut بصورة بي بي عندك undercut بصورة ثلاث شو حطوا حطوا خلاسب على false undercut وهذا الخلاسب زي زي قلته ايش رح يسوي عادي الموقف روح حط كوم بزيت حط كوم بزيت شوي هيك وخلص حط منطقي بس مش انك انت تسوي تفكر حالك صنعة اوكي هلا نجي على retention كيف نعمل retention عن طريق انك انت عم بتحط الاكريل نفسه قادر يفوت تحت ال undercut وبالتالي اغناك من انك تستخدم class وهي شرحناها شرح وطول بمحاضرة اثنين اوكي محاضرة ثلاث بيه surveying اثنين انه بنغير الباث بحيث يصير ببرا لزم بين هذا الباث وبين مين وبين هذا الباث صح صار في برا لزم بين بيناتهم بفوت وبطلع بهذا الشكل بأريحية بس بنفس الوقت لا يتغير على الاطلاق لا يتغير فلما يجب يطلع شو بيلاقي بلاقي في اكريل معلق تحت الكنين هون في اكريل معلق فهذا كأنه عمل إليك retention فالguiding plane هنا it provides me a retention اوه هون لاحظوا شو الguiding plane provide me retention provide me retention فيهمتوا كيف الفكرار حلوة اوكي يلا قررنا احنا هلأ بناء على retention وعلى appearance وعلى interference اننا نحط خط ثاني عملنا الخط الثاني بفتح ثاني وسميناه final survey او another survey line هلأ الخط الاسود كان بعطيك initial line على retention along path of displacement والخط الاحمر بعطيك path وإيش insertion يعني هيك انت رح تدخل هيك ادخال هيك هيك اوكي هيك ادخال ال RPD تمام إذن هون along path of insertion هلأ هون شو بحكي لك الame for retention لازم يكون عشان يمانع الاخراج بطريقة سهلة يعني لما الpatient يلبس يلبس بطريقة سهلة او لما الpatient يطلع يطلع شوية مش بسهول كثير بس نفس لقت يعني تكون مقبولة يكون فاهم كيف يطلع بس لما يأكل اشي ستيكي لازم يكون في ممانعة حقيقية فالcoming path of displacement ضروري ضروري جدا اني احقق على resistance هلأ هون بهاي الصورة قاعدين بجيبولكو حالة هاي بذكر انا ان هيك علقت عندها وفكرت فيها كثير يوم فتحت ال past paper لقيتها فانتبهوا معي هي بتحكي لك عن final survey وين انت تحط الclass دائما بدها تكون تحت مين تحت common path of displacement اذا كان ولابد خليها تحت path of تحت اثنين يعني مش في عندك ثواني خلي نغير اللون مش في عندك هذا الخط وعندك هذا الخط انت حاول قدر الامكان تخليها تحت الخط الاسود اللي هو بدلك على path of displacement دائما خليها هيك بس لا تحاول تخليها تحت الاحمر بس رحيصر في عندك ممانعة المين displacement او مثلا مثلا تخليها تحت الاثنين تعطيك ممانعة كويسة تحت الظرفين هون هاي الصورة شو التفكير فيها شو الابداع الموجود فيها شايفين الخط الاخضر هذا هذا الخط الاخضر شو معناه الخط الاخضر معناه انه يدلك على common path of displacement common path of displacement صح صح طيب الخط الاحمر اللي هون او الزهر هذا على ايش رح يدلني رح يدلني على insertion رح يدلني على path of insertion طي القصة الفنية بالclass انه tip بتاعته flexible it engaged the undercut هايك قاعدة اخذناها من الاول محاضرة انه class tip flexible tip it engaged the undercut طول وين صار الengagement تشوف شوف وين بالضبط تحت مين تحت insertion و لماذ طيب انت هي class GT فتشوف شو بحكي لك بحكي لك اصلا احنا ما كنا بنحط class بس طيابة خاطر ال rbd وهيك والشكل عشان نحط rest seat هون والrest seat يطلع منه class من هون فقررنا نحطه بينما قلت له انا طب كيف صار ال retention يعني احنا بدنا retention لل path هاي path of displacement كيف يصير retention فشو برد علي هذا ال rbd design اللي موجود عنده بحكي لك احنا صاير عنا تحصيل حاصل بسبب ال guiding plane بين ال guiding plane هون هذا فيه هون acryl هاي موجود هاي شايفين ال acryl هذا ال acryl هذا engaging the undercut فإت provides me with the retention بدون حاجة للك class اذا بدون حاجة للك نقرأ المكتوب بحكي لك لما ال guide surface مستخدم to provide resistance to displacement of the denture by occlusal direction retentive portion من retentive portion هو flexible part اخر ثلاث منه need to only resist movement على withdrawal طبي كيف يا جماعة resistance بس على withdrawal بيقول لأنه عندك guiding plane نفسه وفر لك ممانعة كافية يعني هون وين كانت الكلمة اللي احنا شفناها لما denture contact لا هي سيبكم منها نفس الفكرة اللي احنا قلناها هون شفتوها guiding plane نفسه اعطاك resistance ضد ال هيا guiding plane اعطاك resistance ضد common path of displacement يعني اعطاك ممانعة ضد retention اعطاك retention المطلوب اوك اذا انا بتمنى ان صوات الكلاب مايكون طالع وانه المايك اللي عندي يكون امور تمام معلش خلينا نكمل بحكي لك هنا لما انت تجي ترسم هذا final survey لو فرضا هنا وين حطوه حطوه تحت الخطين تحت الانسيرشن تحت الانسيرشن وتحت الانسيرشن وتحت الخطين هنا it does not matter as in this example الكلاب engaged too deep انا اندركت يعني هنا الاندركت لو فرضا انا جيت بدي اخلي هذا يصير الانجاجمنت هون هيك الفكرة لانا اخلي يصير الانجاجمنت هون تمام هذه المنطقة كثير ديب يمكن المتيريا اللي انا مصنوع منها هذا الكلاب ما تتحمل انها تفوت بهذا العمق مش تذكروا احنا قلنا لكم في عنا اشي اسمه اندركت كان بيقيس لك قداش الهوريزنتل اندركت هاي هي الفكرة اذا كانت كثير ديب يمكن ما يقدر يتحمل الكلاب انه يفوت لعندها تمام هنا الاندركت كثير ديب هنا الكلاب بدي يحاول بصعوبة عشان يفوت لاندركت هاي هلا بيقول لك مش مهم مش مهم انك تسوي هذا الاشي ليش لانه الباث صاير الو ممانعة عن طريق ايش ال قايدينج بلين اللي انت خلقته اريدي اوكي هنا بيحكي لك بالقايد سيرفس هاي القايد سيرفس هو المانعة فبتالي يعني هذا الكلاسب اذا بيفوت على منطقة كثير ديب بيصير الو ايش بيصير ينطيج تمام هلا هون بيقول لك لما دينشر does not contact ال guide سيرفس على الكلاسب توث يعني مثلا هون هيك الادخال فهو ما في يعني ال guide سيرفس هنا ما في كنتاكت حقيقي تمام شو معناها معناها الكلاسب will have to resist the movement of the denture along both insertion and removal the class بالتالي رح يكون محطوط بالcorrect depth of the undercut to both survey line والكلاسب رح يعطيك necessary retention يعني لو مثلا مو موجود عندي هذه الحركة بطر اني احطه تحت الخطين او تحت الخط الاول على الاقل عشان يعطيني هاي الممانعة هون بعد بعطيك another type of class اللي هو gingivary approaching clasp هذا بيكون موجود تحت الخطين وهو بيكون deep اصلا بس flexible هذا نوعه يعني طري شوي اوكي 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 بيعطيك هون معلومة انه ما بصير له deformation لانه قادر انه يتحمل هذي الاندركات واردي احنا مش قاعدين منعمل اوكي مش قاعدين منعمل الانجاجمنت هون زي ما انتم شايفين if the survey line converge measily or distally the tip of closely approach clasp بيجي تحت common undercut يعني بدل ما يجي هون لانها هاي deep خلانا يجي على الجهة هاي اللي هي shallow more اه هاي الشغلة اتوقع انه عرفتوها باللاب اللي هي انه لما انت تعمل surveying اول مرة ولما تعمل ثاني مرة لازم تحدد خطوطك كيف بتجي بتمسك الكاست على المرة الاولى هيك مثلا بتحدد ثلاث نقاط على الخط هذا مثلا بتجي بترسم خط هيك طويل وعلى الخط هذا وعلى الخط هذا مثلا باللون الاسود بعدين اجيت تعمل alternative third third باللون الاحمر بتجي شو بتسوي بتعمل خط على alternative third يعني احنا عاملين التلت المطلوب وفهمين قصة السيربين اللي سوناها لو جيت انا مثلا بكرة بدي انادي السوبر بايسر تاعي بدي انادي يعني بدي استشير وهيك بحط بس بحاول اثبت يعني السيربير يكون على نفس الخط بس اثبته على نفس الخط معناها انا اجبت التلت صح نفس الدرج فهاي هي شغلة كثير مهمة تمام اللي بسموها ترايبود مثود بك بتبت الحالك ثلاث لقات وثلاث لقات تضبط لك انك انت على نفس الصح هلأ سامري ان ممكن يتحدد هو حسب حسب الابيرنس وحسب الانترفيرنس وحسب الريتنشن كلها هاي بتكون مشروحة ان شاء الله لقدام وهذه كل المحاضرة ويعطيكو الف الف عافية ترجمة نانس